ايه هي قصتك مع السوشيال ميديا؟ طيب بصيها واول قصة طبعا انت هتلاقيني منتشر شوية على الانستجرام اكتر ودي كانت بالنسبة لي حاجة غريبة انا مكنتش عارف حاجة عن الانستجرام اوي بس اول ما بدأت ادخل في مجال الرياضة اكتشفت ان الانستجرام ده عالم كبير اوي موجود في كل الرياضيين الواحد كان زمان بقى بحكم مفهومه عن السوشيال ميديا الفيسبوك هو اللي كان موجود اكتر يعني من الموقف اللي قابلتني زمان وانا يعني لعيب رياضي عمتا حسيت ان هو لا هو في واحد محتاج يبقى فعلا بيدي نصائح حقيقية للناس بيكلمهم في موضوع الرياضة موجود معاهم وابلابل بشكل كبير في اي وقت يقدر يستقبل رسائلهم اي حاجة بتحصل عمتا مع رياضييني الاهال هم اول باول عشان يعني يحسوا ان هم مش لوحدهم لان الواحد كان على طول بيقتنع ان الكلام ده اللي بيحصل ما دا بيحصلش مع حد تاني فكانت هنا فكرة السوشال ميديا ان انا اعمل اكاونت ما بيجبرش بسرعة كبيرة ما كانش دا التارجد بتاعي خالص على قد ما انا بانجيج مع كل الرياضيين وقدر اوصل لكل الرياضيين على قد ما دا بتبعت لهم يعني ميسجز؟ بيبعت لهم بيبعتولي بيردوا على الفيديوز يعني بتواصل بشكل او باخر بنزل جيمز بنزل منتل جيمز فيها تفكير فبيتواصلوا معايا في حل الحاجات نفسها يعني بحاول ابقى فيه انجيج منتعالي مع الرياضيين بصفة عامة لان انا مقتنع ان الرياضيين فوقتي كبير قوي لا هم محتاجين ممكن محتاجين مكالمة صغيرة ممكن محتاجين فويس نوت بس يقولوا كده اللي جواهم وحد يديهم تربس بسيطة جدا بتحللهم مشاكل كتيرة يعني طيب خلينا نبتدي بموضوع سبورتس منتل كوتش مش عارف ايه اللي سبورتس منتل كوتش ده وانا بلعب كرة من زمان ما كنت شافها من الموضوع ده بس لما بدأت ادرسه فوجئة ان المجال ده موجود من 1892 ده من زمان جدا جدا يعني نس برا مش هنا خالص بقى هو ممكن يكون انتشر بقوة اخر سنتين تلاتة انتشر بقوة جدا وبدأت اللعيبة تسمع عنه وبدأت اللعيبة تعرفه هو سيمبلي هو بيعمل ايه هو حد بيبقى مع اللعيب اللعيب بيتمرن كويس قوي تكنيكال بقى بيشتغل على نفسه فيزيكال كويس جدا وبقى فيه مدربين كويسين جدا دلوقتي بيجهزوا اللعيب بدني بس سواء بيخش جوه الموضوع او البطولة يلاقي ان فيه حاجة عطلت البرفورمانس بتاعه عطلت اداءه ومطلعش الاداء بتاعه طب فين المشكلة هنا المشكلة هنا خلينا نقول ان هي منتلي او نفسية ليه عشان حصل حاجة برا الوضع الطبيعي وبرى شكل التدريب بتاعه الطبيعي والحاجات دي ممكن تبقى بسيطة جدا وسيمبل جدا اثرت على الاداء فاي حاجة بتأثر على الاداء طالما هي مش جزء فيزيكال ومش جزء تمرين هي غالبا بشكل كبير بتبقى منتل فالسبورتس منتل كوتشي بيبقى دوره ان هو يساعد الرياضي في ان هو يوصل لأحسن اداء عنده وممكن تكون حاجة اصلا ملاش علاقة بالكورة حاجة مثلا في البيت او بيرسنل او حاجة شخصية او كده كتير جدا بيبقى في حاجات كده يعني ممكن تبقى حاجة شخصية ممكن تبقى اخناقة ممكن تبقى مشكلة مع مدرب ممكن تبقى حاجة هي مش في اللعبة نفسها بتأثر بشكل كبير اوه اللعيب محتاج ايه اللعيب محتاج يفهم اصلا الاول هو ايه اللي بيحصل معاك وايه اللي حصل ده وادى الكلام ده لإيه وعايز اقولك ان المفاجأة ان هو في ثواني وفي دقائق وليلة جدا ممكن تلاقي دماغه لو تزبطت الاداء اتحول تماما راح في حتة تانية خالص طبعا صح